بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابناء طلاب تعليم الفني الصناعي اهلا وسهلا بكم النهاردة فرصة بنقدمها لكم لو انت واخد دبلوم من 3 سنين دبلوم 3 سنوات وعايز تكمل عشان خاطر تكمل كلية عندنا فرصة من جامعة بني سويف طيب انا الاول كده ما تنسلناش كده بالاشتراك في القناة ودعم القناة بانك انت تحط لايك كده هوت عشان خاطر الفيديو وكده يعلى وعشان خاطر برضو يعني معظم الطلبة ممكن تشوفوا لو حد عنده فرصة عايز يكمل اه تعليم طيب انا نكمل مع بعضينا كده بيقول لو انت يعني دبلوم صناع سنوات تلات سنين وتخرجت قبل الفين وسبعتاشر جامعة بانس ويف هنا بتقدم لك هنا او كلية تعليم كلية تعليم الصناعي اه قررت نزل القرار الجميل ده ايه هو بقى القرار الجميل دوت للطلاب مسموح لاي خريج من زمان يكمل تعليمه ويحصل على بكروليوس تكنولوجيا وبتنضم النقابة التكنولوجيين ده حاجة مفرحة وحاجة كويسة لكن تجمعك دبلوم طب من غير بقى مجموع ما بسرطش مجموع لكن هنا بسرط فلوس ايه هي مصاريف عشر تلاف جنيه في السنة مصاريفك عشر تلاف جنيه للقادرين فقط لغير عشان تاخد بكروليوس التكنولوجيا طب الكلية ديت بنظام الساعات المعتمدة او عندك كده عدد ساعات معينة فتبقيه بتدرس هذه الساعات المعتمدة طيب وبتقبل بقى جميع ايه جميع اقسام دبلوم الصناعي التلات سنين ومن غير مجموع بس شرط انك انت تكون حاصل على صناعي طيب الدراسة في كل التعليم دوت في كل التعليم الصناعي دوت في جامعة بانسويف فقط مفيش اي مكان تاني يا جامعة بانسويف هي اللي منزلة هذا القرار جامعة بانسويف فقط يعني المكان اللي مشموح بيه فقط في نحطة في جامعة بانسويف طب ايه تاني التقديم يدويا الملف بتاعك بتقدمه في مقر الكلية ببانسويف طيب بتشترط اي اي سن لا حضرتك اي سن ما بشترط سن معين اي سن معين مفيش سن معين يعني طب مدة الدراسة قد دي اربع سنوات بعدها ومدة الفصل الدراسي بيبقى مدته شهرين ازا اكتست حضرتك الشهرين دول بتنجح فيهم ان شاء الله وبتكمل طيب عندي بقى الاوراق المطلوبة ايه هي الاوراق المطلوبة عندي عند البطاقة الشخصية دي من ضمن الاوراق المطلوبة شهدت ميلادك بس يعني شوف بطاقتك الشخصية وشهدت الميلاد وطبعا بتصور الكلام ده يعني بتاعك بلكن شهدت المادي اصلية والبطاقة بتصورها وشهدت بلوم بتاعتك او بتطلع مستخرج من المدرية انت تابع ليها بتطلع لانك شهدتك ممكن تكون انت ما سحبتاش من المدرسة لو انت سحبتها من مدرسة ماشي بس هتتاخد منك ازا ما سحبتاش من مدرسة فانت بتطلع مستخرج من مدرية انت اللي تابع ليها وست صور شخصية حديثة لك انت آآ ودسيه طبعا لحفز هذه الاوراق وبسيب لحضرتك كده بص كده معايا بسيب لك ده علشان خاطر بص ده علشان تشوف منه البيانات بالزبط دي يعني احنا جايبين الكلام ده منين جايبينه من هذا الموقع اللي تابع ليه كلية التعليم الدهات في اسيوت دي الكلية دي في اسيوت علشان تخرجك انت حاصل على بكوريوس تكنولوجيا بص شروط للاتحاق وتكون الخريج حاصل على الشهادة الفنية ومعادلها اللي هي التلات سنين ديت وعشان تكتازي الدراسة قلنا مدة شهرين وعدم اتقابة بسن معين وبتسلم مستردات زي ما قلنا يدويا بمقار الكلية طب عندي برامج بقى عندي تكنولوجيا الانتاج البي ارتي وبرامج دي البرامج اللي هتدرسها يعني وفي برامج تكنولوجيا الالكترونات والصناعية والتحكم ومدى الدراسة قلنا اربع سنين وفي برنامجين تاني بيتم اعتمادهم من التعليم العالي اللي هو برنامج تكنولوجيا الصناعات النسيجية وبرنامج تكنولوجيا التشهيد والبناء طبعا المزايا ومجالات العمل هو بيتم تدريب للطلاب دول في خلال العمل بتاعهم في كبرى الشركات والمصانف في مجال التخصص اثناء الدراسة اكتسابة الخبرات الفنية والعملية في مجال تخصصك الحصول على درجة في التكنولوجيا ماشي وممكن من حقك بعد كده انك انت تكمل دراستك تاخد ماجستير او دكتوراه هنا بالنسبة بالنسبة ادي العنوان بتاعها والتواصل عبر البلد الدكتوروني او غيره او عبر الواتس ادي هسيبه لك برض فترة عشان خاطر تتفرج عليه ولكن التسليم هذا الملف بيكون يدويا واتمنى النجاح للجميع وتمنى التوفيق للجميع وتمنى ما تنسناش انك انت تشترك في القناة عشان بنقدم لك كل جديد وما تنسناش باللايك للقناة كده عشان خاطر اكبر قدر من الشباب او الطلاب يشوفها ولها الامور يشوفوها ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا لكم ان شاء الله